وين الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى شراط العزيز الحميد بسم الله بعض الناس يقول ليس لنا إلا الله كلام جميل لكن هذا الكلام إذا قيل على سبيل التنقص وفقدان الأمل وكأنه فقد المناصر من الناس الأقوياء ولم يبقى له إلا الأدنى حاشا لله سبحانه وتعالى من ذلك عندها نقول أن هذه الكلمة لا تجوز لأن الله سبحانه وتعالى قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار والمشركون يبحثون عنه لقتله قال له أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما فإن كان الله سبحانه وتعالى معك فمن عليك إن كان الله إلى صفك فأنت فالح وأنت منصور لكن اعرف الله سبحانه وتعالى بحق وتوكل عليه بصدق وكن مع الله يكون معك ترجمة نانسي قنقر